السلام عليكم. معاكم ميس اسراء جابر. مدرسة احياء ولسانوي. ان شاء الله بازن الله هناخد النهاردة مكونات الخلية. بس عايزة بس حد يقولي الصوت واضح. والصورة واضحة وكله تمام. عشان ابتدي الشرح. ايوه يا جماعة مين سمعني? طيب دلوقتي اهو بدأ في ناس اه اه اتجمعت يا ريت بس اللي سامع الصوت. يقولي كده الصوت واضح. عشان ابتدي الشرح. يلا جماعة. هناخد النهاردة ان شاء الله مكونات الخلية. المرة اللي فاتت قبل كده اخدنا آآ جدار الخلية. تمام? واضح يا سيلي. الله يكرمك يا رب. شكرا هنبتدي اهو. آآ اخدنا المرة اللي فاتت جدار الخلية واخدنا الغشاء البلازمي. تمام? واخدنا النواة. النهاردة ان شاء الله هناخد السايتو بلازم. وكل العضيات. العضيات يعني الحاجة الصغيرة قوي. اللي موجودة جوه السايتو بلازم. تمام? طيب. عندي هنا هدي الخلية النباتية. زي ما انتو شايفين كده. ماشي? ودي الخلية الحيوانية. تمام? زي ما انتو شايفين الخلية النباتية فيها حاجات معينة مش موجودة في الخلية الحيوانية. والعكس. اللي انا عامل عليها هايلايتر كده اهو. فوسفوري. يعني الخلية النباتية بتتميز بوجود البلاستيدا الخضرة. اللي هي دي. وطبعا البلاستيدا الخضرة مش موجودة في الخلية الحيوانية. ليه? لانها بتقوم بعملية البناء الضوئي. تمام? ودي حاجة خاصة بالنبات فقط. طيب. وفي ايه كمان? وفي الجدار الخلوي. الجدار اللي من برا. اللي هو لونه بني ده. الجدار الخلوي ده. تمام? ده اللي هو اه معمول من السيليلوز. الياف السيليلوز. تمام كده? وبيميز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية. حتى تلاقيها ليه شكل محدد كده الخلية النباتية. ماشي? يبقى انا عندي حاجتين موجودين في الخلية النباتية مش موجودين في الخلية الحيوانية اللي هما ايه? البلاستيدة الخضراء والجدار الخلوي. تمام? طيب. وعندي كمان الفجوة العصارية. الفجوة العصارية بصوا لايه الزرقة دي بصوا كبيرة جدا قد ايه? هو فيه في الخلية الحيوانية فجوات بس صغيرة قوي. بصوا اهي. لأ في النبات في الخلية النباتية كبيرة. طيب. هعندي بعد كده اللي بيميز الخلية الحيوانية ومش موجود في الخلية النباتية اللي انا عاملة عليهم برضك. فوسفوري. سنتروسوم اللي هو الجهاز المركزي او الجسم المركزي. هناخده بالتفصيل. وايه كمان? وايه الريبوزومات. تمام? دول الاتنين اللي بيميزوا الخلية. ايه الحيوانية عن الخلية ايه? النباتية. انا بس حبيتكم اوريكم في الاول صورة الخليتين النباتية والحيوانية. طيب. عندي هيكل الخلية. بيبقى فيه ايه? بيبقى عبارة عن سايتوبلازم. طيب ايه السايتوبلازم ده? السايتوبلازم ده عبارة عن مادة شبه سائلة. تمام? هو مش مية. وفي نفس الوقت مش صلب. هي حاجة شبه سائلة. تمام? بيتكون من ايه? من الماء وبعض المواد العضوية وغير العضوية. فاكرين احنا اخدنا للعضوية اللي هي فيها كربون. آآ زرة كربون والغير عضوية اللي ما فيهاش. زرة كربون وعرفتنا الفرق ما بينهم. تمام? يبقى انا عندي السايتوبلازم هو مادة شبه سائلة. واخدوا بالكم من كل حاجة بتتقال عشان بتيجي في الاختيارات. تمام? هو عبارة عن مادة شبه سائلة. تمام? بيبقى موجود فيها بعض المواد العضوية وغير العضوية. ماشي? بتدي هيكل الخلية. بتكسب الخلية آآ دعامة. تمام? عشان تحافظ على ايه شكلها وقوامها. اللي هو ايه السايتو بلازم. تمام? ويعمل كمان السايتو بلازم كمسارات لانتقال المواد ايه المختلفة من جوه ايه الخلية. تمام? من مثلا النواة لأي جزء فيه ايه الخلية. تمام? طيب. في عندي العضيات. يا اما تبقى عضيات غير غشائية. زي السنتروسوم والريبوزومات اللي موجودين فيه الخلية الحيوانية. يا اما عضيات غشائية. يعني ايه غشائية? يعني بتحيط بيها غشاء. بيحيط بيها غشاء. زي مثلا جهاز جولجي. تمام? آآ زي مثلا هنا البلاستي ده. آآ زي المايتو كوندريا. تمام? كل دي حاجات محاطة بغشاء. عشان كده سمتها عضيات غشائية. اما العضيات الغيرش آآ غشائية اللي موجودة كده منها للسايتو بلازم ما فيش غشاء حواليها. زي ايه? السنتروسوم اللي بيكون من سنتوريولين. خلاص? اهم. اللي اتنين هم ماشي وما فيش حواليهم غشاء. منهم للسايتو بلازم كده على طول. طب والرايبوزومات شايفين الرايبوزومات النقط دي? اهي النقط دي اهي اللي انا بشاور عليها. دي بردك موجودة منها للايه? ليه? السايتو بلازم. تمام? طيب. نيجي فاول حاجة هناخدها هناخد الرايبوزومات اللي موجودة في الخلية الحيوانية. تمام? وغير محاطة بغشاء. زي ما انتو شايفين نقط كده. تمام? وموجودة على طول في السايتو بلازم. طيب. الرايبوزومات يا اما توجد في السايتو بلازم مفردة وحاية كده يا اما فيه مجموعات. طب وظفتها ايه? وظفتها انتاج البروتين. اهي. الرايبوزومات دي اللي هي موجودة في الخلية الحيوانية. وظفتها انتاج البروتين. وتطلقه مباشرة فين? في السايتو بلازم. على طول كده منها للسايتو بلازم. طيب الخلية بتستخدمه في ايه البروتين ده? فيه عمليات حيوية كتير. زي النمو والتجديد وغيرها. بيبقى مهم جدا للايه للخلية. طيب. فيه نوع من انواع الرايبوزومات تاني متصل بالشبكة الاندوبلازمية. عشان كده بسميها ايه? شبكة اندوبلازمية خشنة. خشنة يعني ايه? يعني محببة. يعني فيها ايه رايبوزومات. تمام? طيب. وظفتها ايه? الرايبوزومات اللي بتبقى موجودة على الشبكة الاندوبلازمية الايه الخشنة. تقوم برضو بانتاج البروتين زي الانزيمات. تمام? طيب. ده بالنسبة للرايبوزومات. اخدناها لما تبقى مفردة او مجمعة مع بعض. او تبقى متصلة بالشبكة الايه الاندوبلازمية. تمام? طيب. نيجي بقى للجسم المركزي. خلاص? اللي هو اسمه سنتروسوم. هو ليه كزا اسم على فكرة والطلبة بيتلغبطوا. اللي اتنين دول. الدايرتين دول اللي بينين دول. خلاص? اسمهم جسم مركزي. اسمهم سنتروسوم. اسمهم ايه? سنتريول. اتنين سنتريول. تمام? تعالوا نشوف كده الشكل بتاعهم. اهو. زي ما انتو شايفين انا عشان اسهل عليكم. عاملالكو كده في الخلية الحيوانية فقط. اللي هو الرايبوزومات اللي احنا لسه شرحنها. تمام? وتاني الجسم المركزي اللي هو السنتروسوم. تمام? طيب. نيجي للسنتروسوم. السنتروسوم ده بيبقى زي ما انتو شايفين كده? السنتروسوم. اللي سنتروسوم. او اتنين سنتريول. اجي واحد سنتريول واجي اتنين سنتريول. بيبقوا موجودين دايما بالقرب من ايه? من النواة. خلاص? من نواة الايه? الخلية الحيوانية. ولازم اا اكد كده من الخلية الحيوانية. خلاص? لان ايه? موجود بس السنتروسوم في الخلية الحيوانية. تمام? طيب. ما استحالة توجد في الخلية العصبية. الخلية العصبية يا جماعة لو حصل فيها تلف او حصل فيها فقد او حصل فيها اي مشكلة ما بينفعش ان هي تجدد. ولا تنقسم. اعرف من كده ان السنتروسوم وظيفته الانقسام? اه. وظيفته انقسام الخلية. تمام? ومش موجود في الخلية ايه? العصبية. طيب. بيوجد فين تاني. بعض خلايا الفطريات بيوجد ايه? السنتروسوم بالقرب من النواة. بس لا يوجد في خلايا النباتات والطحالب. تمام? طيب الخلية النباتات بقول ان هي مش موجودة اه مش موجود فيها السنتروسوم. طب والسنتروسوم مسؤول عن الانقسام. فهل معنى كده ان الخلية النباتية مش بيحصل لها انقسام? لأ بيحصل لها انقسام. بس ازاي? بيبقى فيه عندها الخلية النباتية منطقة من السايتوبلازم بتؤدي نفس الوظيفة بتاعة الايه? السنتروسوم. يبقى انا عندي الخلية النباتية فيها جزء من السايتوبلازم بيقوم بعمل الايه? السنتروسوم. تمام? الجسم المركزي. تمام كده? طيب. هنا بيشرح لي بقى. بيقول لي السنتروسوم او المركزي. عبارة عن اتنين سنتريول. تمام? وظفته بيقوم بايه? بعملية انقسام الخلية. بيحصل ايه وقت انقسام الخلية? بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده. كل سنتريول بيروح عند قطب من ايه من اقطاب الخلية. ادي مثلا الخلية هي. خلاص? فسنتريول بيروح هنا ناحية الشمال. وانا سنتريول بيروح ناحية الايه الجنوب. تمام? وكل واحد بيبقى فيه خيوط مغزل بيشد ليها الايه الكروموزوم ناحيتها. بحيص ان الخلية تنقسم لجزئين متساويين تماما. تمام? طيب. في بقى بعض المصطلحات كده الطلبة بيتلغبطوا فيها. اهي. اهي. السنترومير. لفظ السنترومير هو موضع اتصال اتنين كروماتيد. الكروماتيد ده اللي هو ايه الكروموزوم. ماشي? عشان تبقوا فاكرين معايا. الاتنين مع بعض بيصل ما بينهم او موضع اتصال اللي هو ايه السنترومير. اما السنترسوم اللي احنا لسه متكلمين عنه دلوقتي حاجة تانية خالص. هو الجسم المركزي ويتكون من اتنين سنتريول. ازايك يا اسراء عاملة ايه حبيبتي? انا لسه بدأ ما بقليش شوية فتابعي معايا. طيب عندي السنترسوم هو الجسم المركزي ويتكون من ايه? اتنين سنتريول زي ما انتو شايفين. تمام كده? طيب. بصوا جماعة ركزوا معايا في في الرسمة شوية هنا. مش بتشوفوا كده مجموعة انابيب تلت انابيب مع بعض. تلت انابيب مع بعض. تلت انابيب مع بعض. وهكذا كده. عددهم السنتريول الواحد تسع ما جميع من الانبيب الدقيقة. اللي هي بتتكون في شكل ايه? سلاسيات. ادي تلت انابيب. اهو. تمام? اهو زي ما انتو شايفين كده اهو. تلت انابيب وبعد كده مسافة وتلت انابيب تانيين وبعد كم واحدة بقى من التلت انابيب دول? تسعة. تسعة. تسعة مجموعات من الانبيب. اللي بتكون سنتريول واحد. تمام? زي ما انتو شايفين اهو. طيب. يبقى انا كده خلصت الحاجة اللي موجودة في الخلية الحيوانية ومش موجودة في الخلية النباتية اللي هي ايه? الريبوزومات. تمام? والسنترسوم او الجسم المركزي. ماشي? طيب. نيجي مع بعض. نشوف بقى العضيات الغشائية. العضيات الايه? الغشائية. يعني ايه كلمة العضيات الغشائية? يعني اللي هي محاطة بغشاء. خلاص? غير اللي احنا اخه لسه واغدينه. اللي لسه واغدينه ده منها كده على طول. لكن العضيات الغشائية دي يعني كل واحدة فيهم محاط حواليها غشاء. زي الشبكة الاندوبلازمية. الشبكة الاندوبلازمية بيجي عليها اسئلة كتير جدا. لان هي فيها شوية تركات كده. تمام? كتير قوي قوي قوي. فعايزة ان احنا نركز كده قوي. واحنا بنسمع الشرح. عشان ان شاء الله بازن الله لما نحل عليه اسئلة نبقى ايه عارفين يعني. اول حاجة في العضيات الغشائية اللي هي الشبكة الاندوبلازمية. تمام? زي ما انتو شايفين اهي. 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 الشبكة اندوبلازمية. تمام? متصلة بمين يا جماعة? بالغشاء النووي. متصلة بغشاء النواة. النواة. شايفين غشاء النواة المحمر ده? هي متصلة بي. خلاص? لغاية فين? لغاية ايه? الغشاء بتاع الخلية. تمام? يبقى هي عبارة عن اه انابيب غشائية رفاية جدا. بتتصل ما بين غشاء النواة. تمام? وغشاء الخلية. وكل ده طبعا هي في وسط الايه? السايتوبلازم. ماشي? في منها نوعين. ايه هم النوعين دول. زي ما انتو شايفين كده. شبكة اندبلازمية خشنة. خشنة يعني عليها ايه? عشان كده بقول عليها ايه? خشنة. وشبكة اندبلازمية نعمة او ملساء. تمام? طيب. الشبكة الاندبلازمية انتو شايفين هنا? هنا الشبكة اهي. وفيها زي ايه? آآ نقط كده. تمام? اهو. زي ما انتو شايفين اهو. دي شبكة اندبلازمية خشنة. ليه? لان فيها نقط. اهو زي ما انتو شايفين دوار صغيرة كده. اما اللي تحت دي اهي دي شبكة اندبلازمية ملساء او نعمة. ليه? لان مفاش ايه? مفاش رايبوزومات. فملساء. بص رصو شايفينها ازاي? ملساء. فيش فيها حاجة. تمام? طيب. نيجي. نتكلم عن الشبكة الاندبلازمية. اللي هي الخشنة. احنا قلنا عليها خشنة ليه? لان عليها رايبوزومات. تمام? طب وظفتها ايه? بتقوم بتخليق الايه? البروتين في الخلية. تمام? ويدخال التعديلات على ايه? البروتين اللي بتفرزه الرايبوزومات. ده الشبكة ذات نفسها. تمام? وبتصنع اخشية جديدة بالخلية. يقول لي لي ايه اخشية جديدة بالخلية? مش الخلية حواليها غشاء واحد وبس ايه الاخشية? لا ما كل حاجة في العضيات الغشائية حواليها غشاء. ماشي? فلو فيه اه اه غشاء من دول حصل له مثلا اه اي حاجة الشبكة الاندوبلازمية الخشنة الرايبوزومات اللي بتفرزها بتصنع لي اخشية جديدة ايه? تعويض ليها. تمام? طيب بتوجد فين بقى? دي اهم حاجة لازم تعرفوها. اكتبوا معي. بتوجد فيه خلايا بطانة المعدة. تمام? وخلايا الغدد الصماء. ماشي? ليه? لان الخلايا دي على طول بتبقى مسؤولة عن افراز الانزيمات والهرمونات. ماشي? يبقى هنا الشبكة الاندوبلازمية الخشنة بتبقى موجودة كتير جدا بكسرة في ايه? الخلايا المبطنة للمعدة وخلايا الغدد الصماء. ماشي? طب نيجي للشبكة الاندوبلازمية الملساء النعمة. اللي شفناها اللي هي هنا دي وما فيش عليها ريبوزومات ولا اي حاجة. دي فايدتها ايه? تخليق اللي بيدات. فيها الخلية. فاكرين اللي بيدات اللي هي الدهون يعني. ماشي? اللي بيدات في الخلية. وتحويل سكر الجلوكوز لجلايكوجين. يبقى الجلوكوز لجلايكوجين. تلاتة. تعديل طبيعة بعض المواد الكيميائية السمة للخلية اللي تقليل ايه? سميتها. تمام? طب دي بتبقى موجودة فين? تخليق اللي بيدات. اللي بيدات اللي هو ايه? ما تكلم على الجلايكوجين والحاجات دي. في ايه? فين موجود الجلايكوجين? في خلايا الكابت. ماشي? يبقى. الاماكن اللي بتنتشر فيها الشبكة الاندوبلازمية الملساء النعمة. تمام? في خلايا ايه? الكابت. ليه? لان خلايا الكابت هو المسؤول عن تحويل الجلوكوز لجلايكوجين. عشان يتخزن في خلايا ايه الكابت. وكمان وظيفتها الخلايا اللي في الكابت دي تحويل بعض المواد الكيميائية السامة الى مواد اقل ايه? سمية. ماشي? طيب. نيجي. نشوف. احنا على فكرة كل عضو لازم نعرف هو بيتكون من ايه. داني حاجة. وظيفته ايه? تمام? لما يجيلي في الامتحانة بقى عارفة شكله. تمام? لان في الامتحان يجيب لي مثلا سؤال والرسمة موجودة ويكتب لي واحد اتنين تلاتة اربعة شوية بيانات على الرسمة ووظيفتهم ايه. فلازم اركز في كل حاجة. تمام? طيب. نيجي بعد كده ليه? اللي هو جسم جولجي او جهاز جولجي. انا الحاجة لما بيبقى ليها اسمين بقول لكم على الاسمين عشان خاطر لو جات لكم في الامتحان. جسم جولجي زي ما انتو شايفين كده. او. او. ده عبارة عن ايه? مجموعة من الاكياس الغشائية. احنا اتفعنا كل اللي هناخده فيما بعد بعد كده غشائية. عضيات غشائية. محاطة بغشاء. تمام? طيب. عندي هنا مجموعة من الاكياس الغشائية المفلطحة في المنتصف. في المنتصف بصوا مفلطحة. اما في الاطراف ايه? مستديرة. تمام? في الاطراف بتبقى ايه? مستديرة. طيب. عندي جهاز جولجي ده اصلا لنشاط افرازي. خلاص? ليه? بيفرز ايه? حنفهم بقى ده مهم جدا جدا جدا. اللي هو ايه? آآ جهاز جولجي ده. تمام? بصوا جماعة هنا. الدور بتاعه بقى. الدور بتاعه مهم جدا. اهو. دور جسم جولجي فيه تكوين افرازي. اول حاجة. بيلعب دور هام جسم جولجي فيه تكوين افرازات الخلية. تمام? بصوا هو بيعمل ايه? هو اصلا بتجيله الافرازات دي منين? بتجيله الافرازات دي من الشبكة الاندوبلازمية. اهو. ادي الشبكة الاندوبلازمية. تمام? عايزة توصل لجهاز جولجي شوية افرازات وشوية مواد هي مش عايزاها. الخلية مش محتاجاها. تمام? فتقوم الشبكة الاندوبلازمية عن طريق حواي صلاط ناقلة اللي هي ايه? الدوار الحامرة دي. حواي صلاط آآ ناقلة. تمام? بيبقى فيها الافرازات دي كلها وتنقلها لايه? جسم جولجي. حضري اسراء هرد عليك بس سوينا. خلاص? يبقى هنا عندي ايه دي. الشبكة الاندوبلازمية بتنقل الافرازات بتاعتها لجسم جولجي عن طريق حواي صلاط ناقلة. تمام? اول ما توصل ليه جسم جولجي. جسم جولجي بقى بيبقى ليه كزا مهمة. اول حاجة بيقوم بالتصنيف والتوزيع وكل الحاجات دي. بياخد الافرازات دي. انتو عارفين انا بشبهها للطلبة بايه? زي مثلا اللي هو ايه? آآ عامل عامل النظافة. تمام? بياخد الافرازات كلها. بياخد كل الحاجات اللي هي القمامة وكل الحاجات دي. ويبتدي يعمل لها اعادة تدوير. ايه بقى بيصنفها ويرجعها تاني? ايه بيوزعها على الخلية? آآ بيزاو. زي ايه? بالزبط بالزبط عامل النظافة. تمام? اللي هو جهاز جولجي ده. اخد المواد اللي مش محتاجاها الخلية عن طريق الشبكة الاندو اللازمية. وبيعمل بقى اعادة تصنيف آآ توزيع لاماكن تانية الخلية محتاجاها. يعمل ادخال بعض التعديلات ويرجعها تاني. تمام? طب وفرت بقى خلاص الخلية مش محتاجاها يعني مش محتاجاها. خلاص يعني هنرميها يعني هنرميها مش محتاجينها خالص. يقوم جسم آآ جولجي يطلع منه عبارة عن حواي صلاط كده افرازية. شايفين الحواي صلاط الافرازية? اهي. الدوار دي وجواها نقط ايه? حمرة. جواها نقط حمرة. جواها ايجي بقى ايه النقط الحمرة دي? وايه الدوار دي? الدوار دي اسمها ايه? لايزوسومات. ما خلاص جسمه جولجي فيه شوية مواد كده وخلاص مش محتاجاها الخلية. تمام? مهما حاولنا بقى نعمل بقى ايه? آآ اعادة آآ نعمل لها اعادة استخدام او نعمل آآ توزيع او تصنيف لها خلاص الخلية مش محتاجاها. فيقوم جسم جولجي يطلع يطلع حويسلات اسمها لايزوسومات 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 تمام? جواها انزيمات هاضمة. شايفين جواها النقط الحمرة دي? النقط الحمرة دي اللي جوا الليزوسومات اسمها ايه? اسمها انزيمات هاضمة. يعني ايه انزيمات هادمة يا جماعة انزيمات هادمة بمعنى ان هي بتحول المادة الكبيرة لمادة صغيرة عشان يسهل التخلص منها وان هي تطلعها برا غشاء الخلية اهو زي ما انتو شايفين كده اهو 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 دي اللايزوسومات جواها انزيمات هادمة هادمة يعني ايه تكسير تحويل من جزائقات كبيرة لجزائقات ايه صغيرة وتاخد المادة اللي خلاص الخلية مستغنية عنها من الجسم جولجي وتطلعها زي ما انتو شايفين برا ايه غشاء الخلية اهو شايفين عاملين ازاي طيب فيه سؤال يجيلي في الامتحان مهم جدا بقى ازاي اللايزوسومات فيها انزيمات هادمة ولا تتأثر بهذه الانزيمات ازاي ازاي يبقى فيها انزيمات بتخدم وما بتخدمش اللايزوسومات ذات نفسها ازاي لان الانزيمات دي بتكون محاطة بغشاء يعزلها عن مكونات الخلية يبقى الانزيمات دي ذات نفسها محاطة بغشاء تمام عشان ما تأثرش على ايه باقي الخلية طيب هنا فيه زي ايه رسمة كده او مخطط كده مهم قوي بيبقى مهم قوي تمام وبيجي على طول في الامتحان بصوا جماعة دلوقتي ده مثال لدور اللايزوسومات تمام مثال لدور اللايزوسومات فيه هضم الكائنات ايه زي البكتيريا الممرضة مثلا داخل ايه خلية الدم البيضة تمام احنا عارفين انه اه كرات الدم البيضة او خلاية الدم البيضة بتبقى وظيفتها ايه وظيفتها ان هي بتحارب او بتدمر ايه البكتيريا او الحاجات المسببة للايه للبكتيريا طيب ازاي بقى بصوا معايا ركزوا كده انا عندي دي والنفرة دي كلها خلية الدم بيضة كل ده كل ده خلية الدم بيضة تمام طيب وعندي خلية بكتيرية دخلت اهو زي ما انتم شايفينها الحمرة دي الصغيرة دخلت من الايه من الخلية الايه خلية الدم البيضة ماشي اللايزوسوم الجهاز جولجي يروح عامل اللايزوسوم اللي هو في ايه جوال انزيمات الهاضمة يقوم متحد مع البكتيريا دي دي انزيمات ودي بكتيريا فيعمل ايه يكسرها مصروا لغاية ما يطردها برا ايه الخلية تمام طيب نيجي الحتة تانية هنا دي لما تيجي البكتيريا من برا طيب لو انا عندي مواد خلاص افرازية مش عايزها الخلية فبتتنقل من الشبكة الاندوبلازمية عن طريق الحويسلات الناقلة تمام لمين لجسم جولجي وجسم جولجي شايفين الحتة اللي هي من برا دي اللي هي شكل دائري الحتة دي بتنفصل وتكون ايه ليزوسومات اللايزوسومات دي فيها انزيمات هاضمة تروح واخد بردك المادة اللي هي مش محتاجاها الخلية وتكسرها كده تمام واتطلعها برا الخلية فهمتوا فهمتوا الرسمة دي ازاي عشان الطلبة كتير بيعودوا يسألوا فيها ومش بيبقوا فهمينها اللي فاهم يقول ان هو فاهم واللي مش فاهم يقول لي اعادها له تاني لو في حاجة تانية عايزين اعادها لكو يا جماعة استرق حاجة جاوب عليك يا حبيب تصيب ان شاء الله في الكومنت بعد البسة على طول طيب نيجي بعد كده ليه الميتوكوندري الميتوكوندري على طول انا عايزها ترتبط في ذهنكو خلاص بان هي ايه مسؤولة عن الطاقة مركز الطاقة خلاص هي دي اللي بيحدث فيها اكسادة الجولوكوز وايه اول ما يتاكسد الجولوكوز بيدينا ايه طاقة الطاقة دي بتتخزن فين في الاتبي الاتبي ده فين جوه الميتوكوندريا تمام طيب الاتبي ده اللي هو ايه ادينوسين سلاسي الفوسفيت ماشي ادينوسين سلاسي الفوسفيت طيب ليه بيحصل هنا الطاقة واكسادة الجولوكوز عن طريق اه اه انزيمات التنفس بالخلية تمام طيب تفتكروا كده الميتوكوندريا بيبقى اكتر مكان موجود فيه فين فانهي خلايا فانهي مكان في جسم الانسان تفتكروا كده فيه اهو بص انا عاملكو عليه اهو فوسفوري اهو فيه الخلايا العضلات تمام ليه لان العضلات دي اكتر مكان انا محتاج فيه لطاقة تمام لزيادة انتاج الطاقة التي تحتاجها ايه العضلات تمام كده طيب بصوا عايزك بس تركزوا كده معايا على الميتوكوندريا زي ما انتو شايفين عبارة عن غشاءين غشاء خارجي عادي خالص وغشاء داخلي بصوا فيه حاجات دخلة وطلعة دخلة وطلعة اللي هي اسمها الاعراف الاعراف تمام طيب ايه لازمتها الاعراف دي ليه الغشاء الداخلي ما يبقاش عادي كده زي الغشاء الخارجي لأ دي ليها فايدة كبيرة جدا لان بتعمل على زيادة مساحة سطح الغشاء الداخلي اللي بيحدث فيه التفاعلات الكيميائية اللي بتنتج ايه من خلالها الطاقة تمام يعني لو كان ما فيش اعراف وعادي كده لا ما كانش هيبقى فيه ايه زيادة مساحة ايه السطح الداخلي تمام طيب عندي بعد كده الفجوات فاكرين الفجوات اللي هي كانت موجودة فيه الخلية النباتية بحجم كبير وموجودة فيه اهو اهو بصوا الفجوات بقى هنا الفجوة كبيرة في الخلية النباتية اما هنا بصوا الفجوات بتبقى اكتر من واحدة وبيبقى ايه حجمهم صغير جدا في الخلية الحيوانية زي ما انتو شايفين طب الفجوات دي عبارة عن ايه وشكلها ايه وظفتها ايه اهم حاجة وظفتها ايه تمام يا اسراء اللهي نوري حبيبتي عندي وظفتها عبارة عن ايه ان هي بتخزن اللي هي الفجوات دي بتخزن اهي هي عبارة عن فقاعات تمام بتعمل على تخزين الميا والمواد الغذائية وتخزين فضلات الخلية لحين التخلص منها تمام هي بيبقى ايه الخلية دي عبارة عن ايه يا جماعة عبارة عن مصنع تمام المدير بتاعه اللي هو النواة والباقي بقى اه العمال وكل الحاجات دي فدلوقتي الفجوة دي وظفتها ايه الخلية عندها ميا زيادة او عندها فضلات مش عارفة تتخلص منها دلوقتي فالفجوة هي اللي ايه بتخزن عندها الحاجات دي عبارة عن كيس كده خلاص يتخزن فيها الحاجات دي لغاية لما نعوز نستخدم الميا او نتخلص من الايه الفضلات تمام طيب نيجي للبلستيدا الايه الخضرة وطبعا البلاستيدا دي موجودة فين بس موجودة في الخلية النباتية تمام اهو زي ما انتو شايفين كده عبارة عن غشاءين بقى بصوا الاتنين دول زي بعض ممكن اقول عليه غشاء مزدوج غشاء خارجي وغشاء داخلي وجواها في الجرانا شايفين القراس اللي فوق بعض دي اللونها اخضر القراس دي دي اسمها ايه جرانا ومال ايه البوني دا الحشوة دي اسمها ايه سترومة اسمها سترومة تمام السائل يعني اللي جوه البلاستيدا اسمه ايه سترومة اما دي على فكرة دي اللي هي الجرانا دي هي اللي بتقوم بعملية البناء الضوئي ليه لان هي اللي بتحتوي على الكولوروفيل وكلوروفيل وظيفته ايه يا جماعة صبغي الكولوروفيل وظيفته ان هو بيحول الطاقة الضوئية اللي بياخدها من ضوء الشمس لطاقة كيميائية تمام بتخزن في روابط سكر جلوكوز تمام طيب هنا نشوف ايه الشرح البلاستيدات فيه الخلايا النباتية فقط طبيعي تمام سواء كانت خضراء او اي لون تاني ماشي طيب عندي البلاستيدا البيضاء او عزيمة اللون اسمها الليكو بلاست المفروض يا ميس نعرف الليكو بلاست اه فاعرفوا الاسامل يعني فيه اي حاجة بيبقى لها كذا اسم اعرفوا الكذا اسم تمام عشان ممكن يجيلكم في الامتحان الليكو بلاست مايجيلكش خالص البلاستيدات البيضاء او عزيمة اللون تمام طيب الليكو بلاست دي لا يوجد بها اي نوع من الصبغيات مفيش منها اي نوع خالص تمام لونها يا اما عزيم اللون يا اما مبيض زي ايه خلايا ايه جزر البطاطا والبطاطس البطاطس ذات نفسها طب دي وصفتها ايه تخزين النشا بدليل لما بتيجوا بتعملوا بطاطس محمرة كده تمام وبتقطعوها صوابع ماشي وبتسيبوها في المية شوية بتلاقي المية بقت بيضة ليه المية بقت بيضة لان ده نشا نشا نزل من ايه من البطاطس تمام طيب البلاستيدة الملونة اسمها الكرومو بلاست كرومو بلاست وملونة ليه لانها بتحتوي على صبغ الكاروتين الكاروتين ده بقى بيختلف الوان وما بين احمر وصفر وبرتقالي ماشي موجود فين في الازهار تمام وفي الصمار زي عندنا كده مثلا ايه البرتقان بيبقى برتقالي التفاح في احمر وصفر كل الحاجات دي لها الوان طب وظيفتها ايه تكسب النبات او اجزاءه الموجودة فيها لون مميز خاص بها تمام بتدي للنبات او جزء معين من النبات اللون المميز ليه ماشي احنا عارفين على طول ان البرتقان لونه اورانش اه التفاح بيبقى فيه منه احمر وكزا لون بنبقى عارفين كل الحاجات دي لان دي عبارة عن صبغيات بلاستيدة ملونة اسمها كرومو بلاست هي اللي عطشيها له اللون ده تمام طيب البلاستيدة الخضرة الكلورو بلاست جاية من الكلوروفيل كلمة الكلورو بلاست جاية من ايه كلوروفيل ماشي ودي بتحتوي على ايه صبغ ايه كلوروفيل الاخضر اللون ماشي زي ما قلتلكم الصبغ ده بيعمل ايه تحويل الطاقة الضوئية لطاقة كيميائية تخزن فيه الروابط الكيميائية لسكر الجلوكوز فين فيه اوراق وسيقان النباتات الايه الخضرة تمام اي جزء لونه اخضر بيحتوي على ايه البلاستيدة الخضرة اللي هو ايه الكلوروفيل ماشي طيب عندي بعد كده عايزين نحل شوية اسئلة مع بعض انا عايزة بس اوريكم الدرجة الصعوبة بتاعت الاسئلة الاسئلة بجد فيه حاجات صعبة يعني بس اللي فاهم ماشي تبقى سهلة عليه بصوا هنا اخترت لكم كم سؤال محتاج لتفكير الشكل المقابل يمثل اثنين من الميتوكوندريا اهو اتنين اهو الشكل ده عبارة عن اتنين ايه جي ميتوكوندريا اهي وهي ده ميتوكوندريا اهي تمام اكتب ما تدل عليه الارقام واحد واثنين واحد ده اللي من بره ده عبارة عن ايه غشاء خارجي حتى انا كتبه لكوه غشاء خارجي اللي مش فاهم اي حاجة اقول لي غشاء خارجي تمام واللي هي الاعراف دي اللي جوه دي اسمها اعراف رقم اتنين اللي هي الحاجات اللي هي ايه ممتدة من الغشاء الايه الداخلي طيب في اي من سين وصاد ده سين اهي بس مش باينة هنا اهو عندي سين اهي الميتوكوندريا سين والميتوكوندريا صاد بيقول لي في انهي يبقى انتاج الطاقة اكبر ولماذا طبعا انتاج الطاقة هيبقى اكبر في صاد ليه لزيادة عدد الاعراف تمام لزيادة عدد ايه الاعراف تمام يا اسراء اهو هنا عشان فيه زيادة عدد الاعراف فهيبدينا الطاقة اكتر ليه لان مساحة السطح الداخلي زادت اللي بتحدث فيها ايه التفاعلات الكيميائية طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده برضك على الميتوكوندريا في اي نوع من الخلاق قد يكسر تواجد هذا العضي ده يبقى موجود فين احنا قلنا هيبقى موجود فيه خلايا الكبد والعضلات في الكبد والعضلات تمام طيب وبعد كده بيقول لي وضح اسم الجزء رقم واحد وما اهميته اللي هو ايه الاعراف اللي بيحدث فيه التفاعلات الكيميائية تمام طيب نيجي بعد كده السؤال ده برضك اهو 30 استخرج غير المناسب مما فيما يأتي ثم اكتب ما يربط بين الباقي عندي هنا ريبوزومات ميتوكوندريا نوية الفجوات طيب الجزء الغير مناسب مش متماشي معاهم اللي هو النوية والباقي عبارة عن عضيات السايتوبلازم الريبوزومات والميتوكوندريا والفجوات النوية دي جوه ايه يا جماعة جوه النوية انا على فكرة مش المفروض اجاوب كده وخلاص لا لازم اعرف ليه وابقى فهمة فيه يعني ايه السبب اتنين اجسام جولجي الميتوكوندريا الريبوزومات الفجوات الله ينور عليك يا سوسو الله ينور عليك الكلمة اللي مش مناسبة الريبوزومات اما الباقي خلاص مع بعض لانه ما عبارة عن عضيات غشائية يعني ايه عضيات غشائية يعني بيحتووا على غشاء الاكسام جولجي والميتوكوندريا والفجوات حواليها ايه اخشية اما الريبوزومات اللي هي موجودة فيه الخلية الحيوانية لا تحض بايه بايه غشاء طيب هنا جايب لي خلية نباتية زي ما انتوا شايفين كده فبيقول لي ايه نكتب رقم واسم الجزء ده بردك سؤال ايه طريقة تانية رقم واسم الجزء اول حاجة بيقول لي بينظم مرور المواد من وإلى الخلية هيبقى ايه هيبقى اتنين الغشاء البلازمي لان الغشاء البلازمي فيه سقوب السقوب دي بتسمح بمرور المواد من وإلى ايه الخلية طيب السؤال التاني يقوم بعملية البناء الضوئي رقم اربعة البلاستيدا الخضرة طبعا البلاستيدا الخضرة يا جماعة بتقوم بعملية البناء الضوئي اللي حتوقها على ايه الكولوروفل تلاتة يخزن فضلات الخلية هتبقى الاجابة تلاتة ايه الفجوة الايه العصرية كبيرة هيبينة عندك وهي يخزن ايه فضلات ايه الخلية اهي طيب عندي بعد كده يحتوي على المعلومات اللازمة لتكوين البروتين اللي هو واحد النواة اهو تمام طيب نيجي انا مختار لكم بس الاسئلة اللي هي ايه فيها تفكير وان شاء الله باذن الله هعمل لكم اسئلة اه اختياري تمام باجاباتها وشرحها طبعا زي ما انتو شايفين هنا اهو في الشكل ده يوضح ارتباط بعض العضيات مع بعضها لتكوين مركبين سين وصاد ادرس الشكل ثم اجب هنا انا عندي جهاز جلجي اللي هو الازرق اللي في النص ده ماشي وطالع منه ايه ليزوسومات ماشي وفيه بكتيريا فهو عايز يعرف المركب سين والمركب صاد اول حاجة بيقول لي ما اسم العضيات واحد واثنين العضيات دي عضيات ايه واحد ده عبارة عن ايه جسم جلجي طب اتنين ده اهو ده اللي فيه الانزيمات الهاضمة عبارة عن ايه ليزوسومات الله ينور عليك يا اسراء شطورة حبيبي تمام طيب سين سين اللي هي جوه الليزوسوم عبارة عن ايه عبارة عن انزيمات هاضمة وبتكسر فين بتكسر فيه كرات الدم البيضة ماشي لان هي بتحام بتحارب مسببات الامراض زي البكتيريا طب وصال اللي من جوه دي بتكسر طبعا البروتينات تمام اللي هي الانزيمات او الهرمونات بتكسر في الخلايا الغدية مثل الغدد الايه الصماء وبكده نبقى خلصنا اه درس النهاردة اه تركيب الخلية تمام وكل العضيات اللي فيها اه لو ليكم اي سؤال او اي حاجة ممكن تكتبوها في كومنت ان شاء الله باذن الله وهوعدكم هدي اسئلة وهدي اه اه امتحانات ونحلها مع بعض ان شاء الله باذن الله تيه حد عايز اي حاجة قبل ما امشي طيب تمام يلا سلام في حفظ الله ترجمة نانسي قنقر